اهلا بكم في هذا الاسبوع نبدأ جولة الاخبار من استقبال سفير الولايات المتحدة استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا الاثنين بالرباط السفير المفوضة فوق العادة للولايات المتحدة الامريكية بالمغرب ويتعلق الامر ببونيت تالور الذي قدم نسخا من اوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدة لدى الملك محمد السادس ورسالة ملكية لمنتدى تحالف الحضارات اكد الملك محمد السادس الثلتاء على ان قيم تحالف الامم المتحدة للحضارات والمثل العليا التي يدافع عنها والنموذج الذي يدعو اليه هي نفسها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبنىها المغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده جاء ذلك في رسالة ملكية الى المشاركين في المنتدى العالمي لتحالف الحضارات المنعقدة بفاس والى تركيبة المجلس الاعلى للتربية والتكوين كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن تركيبته بعد تعيين الملك محمد السادس لاعضائه من فئة الخبراء والمتخصصين وتشمل تركيبة المجلس فئة الخبراء والمتخصصين اعضاء الحكومة ممثلي البرلمان ممثلي النقابات التعليمية ممثلي مؤسسات التربية والتكوين إضافة إلى فئات أخرى ضمنها جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامين وتعليمات ملكية بتسريع إنجاز مشاريع الطاقة ترأس الملك محمد السادس هذا الأسبوع بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال وبهذه المناسبة أعطى الملك توجيهاته بتسريع إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت وتطوير عرض المغرب لقطاع الهيدروجين الأخضر والملك يستقبل غوتيريس استقبل الملك محمد السادس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وبهذه المناسبة أعرب غوتيريس عن امتنانه للملك محمد السادس لنجاح المنتدى التاسع لتحالف الحضارات المنعقدة بفاس مشيدا باعتماد إعلان قوي يحث على الالتزام من جهة أخرى تم التطرق خلال هذا اللقاء لقضية الصحراء المغربية على ضوء القرار 26-54 الذي صدق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي وإلى مباحثات بوريطا والباريس قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطا إن المغرب وإسبانيا مرتاحان للغاية لتفعيل خارطة الطريق الثنائية التي تم اعتمادها في أبريل الماضي خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سونشيز للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس جاء ذلك في تصريح صحفي عقيب مباحثات جمعته بنظيره الإسباني خسي مانويل أل باريس على هامش المنتدى الإقليمي السابع من أجل المتوسط المقام ببرشلونة من جانبه أكد أل باريس أن إسبانيا مرتاحة للغاية للدينامية الإيجابية لتعاونها مع المغرب ولنتائج تفعيل خارطة الطريق الثنائية وإلى اجتماع 5 زائد 5 دفاع اختتمت الخميس أشغال الاجتماع 35 للجنة المديرة لمبادرة 5 زائد 5 دفاع وتميز هذا الاجتماع الذي امتد ليومين باستكمال خطة العمل 2023 وتنظيم 60 نشاطاً في مختلف مجالات التعاون ونختم بمباراة المغرب وبلجيكا تحبس مباراة المنتخب المغربي والمنتخب البلجيكي ضمن منافسات مونديال قطر 2022 أنفاس الجماهير المغربية والعربية هو يعود الجمهور المغربي على تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة المقامة غداً الأحد بملعب الثمامة لتعزيز موقع المغرب ضمن مجموعته والاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل بعد تعادل صعب أمام منتخب كرواتيا شكراً على المتابعة إلى اللقاء